السلام عليكم. مرحبا بكم في هاد الفيديو اللي راح اليوم نتكلموه على التفكير التوحودي. هاد الموضوع موهم كتير يعني للعائلات وحتى البروفيسيونال خادش كين فهموا التفكير التوحودي وتع الطفل كيفاش يفكر كيفاش يخمم كيفاش يشوف كيفاش يسمع يعني ننجي منقول باللي نقص من الحياة هديك الصعبة اللي رانا نعيشو فيها. دونك يعني اول خطوة لازم نديروها هي اللي نغيرو التفكير تعنا ونشوفوه بنظرة جديدة. دونك انا نقول باللي باش تفهموا التفكير تع اطفال توحد ولا حتى الكبار تع توحد. لازم نعطي مثال على شكل قصة باش نفهموا من بعد نوريلكم كيفاش يعني ننجمون نقارنوا هاد القصة بالطفل تعنا المتوحد. نخطو مثال تح واحد يعني يكون معلم في جامعة واحد معلم في الجامعة دوء دكاء خارق للعادة قرر يروح على البرازيل وخدا الطائرة باش يروح لبرازيل. وطائرة هديك طاحت. وبقى هو غير هو اللي كان يعني يعني عايش في هديك الطائرة. بصح هديك طائرة طاحت في الغابة تعالى المازوني. يعني وتماك طاح مشا 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 حتى صاب واحد هكذا كل القرية تعالى الناس عايشين كما وقت الجاهلية. يصيدوا عندهم لغة ما تتفهمش. عادات ماشي كامل العادات تعنا يعني عادات بزاف مختلفة للعادات تعنا. كي الحق هاد يعني المعلم لي تعالى الجامعة تماك يسمى ما ما عرفش كيفاش يتعامل مع هاد القبيلة كامل. وهو متينك ما عرفوش كيفاش يفهموه يعني ما كانوش ضدو. بالصح حبين يفهموه ومعرفوش اسكراه وحب لهم حاجة ماشي مليحة ولا حب لهم حاجة مليحة. يعني ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معاه. وهو ما عرفش كيفاش يتعامل معاهم. هذه هي يعني في البداية. فهم هادك المعلم بلي باش يفهمهم لازم يشوفهم. وكل ما كانوا يكرروا حاجة هو يستوعب. يقول هام داروا هادك الشي يعني شكفك ويديروا حاجة معنتها هاد الشي. يعني يشوفهم ويستوعب ويدير يعني تحاليل تاعو على حسب المنطق تاعو. ما بدأ يفهمهم خطرش بدا يشوفهم وينتبه لكل دقة في كل حاجة يديروها. يحاول يفهموا علاش داروها ووشن المعنى. وبالتكرار بالتكرار بالتكرار فهم بدا يفهم كيفاش هوما يتعاملوا ما بيناتهم. شكون هو الاقوى وشكون هو يعني الشاف تاع هذيك القبيلة. وبعد هم تانيك بدأوا يفهموه. بدأوا يعرفوا كيشوفوه في طريقة ما يقول لك اه دركار وواقيل احبياكل. يمدوا له الماكلة. يعني هم تاني قاعدين يعني يدقوا في كيفاش كانوا يكتشفوا فيه. من بعد الحق وقت الصيادة باش هما يأكلوا. وهما يعني الشاف هذيك تاع القبيلة. الاقوى فيهم هو اللي يصيد ويجيب اكتر يعني حيوانات اللي يستعملوها في الاكل ويجيب لهم الاكتر. يعني اكبر صياد في هذيك القبيلة هو هو اقوى واحد. ادوا معاهم هذك المعلم. وصياد يستعملوه في الصيادة ويعلمونه. ويجيب صح كان هو يبان شغل غبي. ما يعرفش يصيد. ننجبو نقولو احنا نتساءلو احنا هذك صح غبي. ماشي غبي على بانابلي هو معلم في الجامعة. ويعني الدكاء التاع وخارق للعادة. بالصح في هذك القبيلة وفي هذك المحيط. ما كانوش ينظروا عليه وينظروا فيه بهذك النظرة اللي احنا ننظره في المعلم. باش يتفاهموا كان لازم لهم كل واحد من الطرف يشوف الطرف الاخر باش يتفاهم كيفاش هو يتعامل. هذي هي اللغة تاعو كيفاش صابوا لغة اللي متفاهمين ما بيناتهم. تدعك هذك المعلم عمل مجهودات باش يتفاهم هذك القبيلة. وهذك القبيلة عملت مجهودات باش تفهم هذك المعلم. فكل واحد في الميدان تاعو دكي. هذك يعني الشاف تاع القبيلة اللي يصيده. كان اذكى واحد في هذك القبيلة. والمعلم في هذك القبيلة أغبى واحد. حسنو كان نجيبو هذك الشاف تاع القبيلة في الحياتنا اليومية. نشوفو باللي راح يظهر كغبي ما يعرفش بلك يكتب ما يعرفش يقول كلمة. بالصحف كل واحد في المحيط تاعو دكي. وممكن يعني هذك المعلم يعطيهم الخبرة تاعو بلك يعاونهم كيفاش يسيروا الأمور تاحهم. كيفاش يخلقوا يعني طريقة مديرن باش يسيروا الأشغال تاحهم. وهو ما يعلموه كيفاش يستعمل الأيدي تاعو. كيفاش ينجم يعيش بلا ما يكون عندو هذك التكنولوجيات. هذا باش نقول بلي كل واحد بالطريقة اللي مختلفة ننجمو نكونو أقوى. هذه هي حكاية المتوحيدين. المتوحيدين عندهم دكاء خاص في الدقة. ما يشوفوش كي ما احنا. ما يسمعوش كي ما احنا. الحويج اللي حبوهم. ماشي الحويج اللي احنا نحبوهم. هاده ماشي معنى تهاب اللي هوما اتكا منه ولا احنا اتكا منهم. بصح عندهم قدرات اللي احنا ننجمو نستفادو منهم. ما ننجموش نشوفوهم بالنقائص تاحهم. لازم نشوفوهم بوش ينجمو يديرو. بصح لازم نشوفوهم بصيفة واحدة اخرى. ولازم نعرفو برك. احنا مازان ما شفناش واستوعبناش الدكاء تاحهم. هلا بيها ما استعملناش. بصح لو كان نبدأ ونفهمو غير بالغير باليعني نتخفى صن دووار. جوست الطريقة كيفاش نشوفوهم. هاده يخلينا نتفهمو معاهم اكتر. خاطرش هوما وحنا ما نشابهوش. طريقة التعامل وطريقة التواصل ماشي كيف كيف. لاحبينا نرجعو اللي متوحدين. كغير متوحدين هادي ننجمو نقولكم باللي طريقة فاشلة. ورح نتعبو بزاف بلما نلحقو النتيجة. دونك هدا هو التفكير. يعني هدي هي الفقرة الاولى. خاطرش عندنا فقرات ما زالها يعني خاطرش كين بزاف حويج لازم نعرفوهم. على التفكير التوحودي. هدي برك الفكرة الاولى اللي لازم نتفهمو. وعلاش اللغة تحهم ماشي هي اللغة التعنا. هما اللغة تحهم الاولى ماشي الهضرة هي البصر. واش يشوفو؟ واش اللي واقعي عندهم؟ رح نهدرو اكتر على طريقة النظر. لازم نتعرفو باللي هما كيشوفو الحاجة يشوفوها بطريقة تابتة. أكتر تكون الحاجة يعني تابتة أكتر هما يستوحبوها خاطرش يشوفو كل الدقة تحها. طريقة النظر تحهم ماشي طريقة النظر بتاعنا. احنا في هاد الفقرة الاولى حبيت برك ان يعني نبداو نتفهمو باللي التفكير التوحودي. ماشي كي التفكير الغير توحودي. وهدا ماشي معناه عندو تأخر دهني. هذه هي أول حاجة لازم تستوعبوها مقبل ما نتعاملوا مع أطفال التوحد ولا حتى التوحدين لأكبر في السن. ونشكركم على المتابعة حتى الفيديو القادمة اللي راح تكون على النظرة المختصة على المتوحدين. ترجمة نانسي قنقر